امبارح كان فيه حاجات كتير جدا محتاجين نتكلم عليه في مباراة امبي زي ما قلت لحضراتكم هو فوز غالي جدا لانه الاهلي ما كانش يحتمل اي مطب من اي نوع في التوقيت ده ولقدر لا لو كنا متأهلناش او ما كسبناش مطش امبي امبارح ما كانش حد عارف ممكن توابع ده ممكن تكون ايه بعد طبعا خسارة السوبر وبعد خسارة لقب الدول القصة مش خسارة لقب بس يعني الفكرة طبعا جمهور الاهلي متعطش تديره بطولة يقولك انا عايز اللي بعدها تحقق دوري ابطال يقولك عايز سوبر افريقي تحقق دوري مصري يقولك عايز سوبر مصري تجيب كل البطولات يقولك انا مش هتنزل عن كاس مصري ده شيء مفهومه طبيعي جدا لكن برضو بأكد من وجهة نظر الجمهور في اعتقادي انه حالة عدم الرضا والاتمأنين ما كانتش بس متعلقة بخسارة لقب لان انا اكدت انه في مواقف كتيرة جدا الاهلي كان بيخسر بطولات والقاب ولكن ما كانتش بيبقى فيه الالأ ما كانتش بيبقى فيه الغضب او ما بيكانتش بيبقى فيه عدم الرضا لانه الجمهور كان بيبقى حاسس انه اللعيبة عملت اللي عليها وزيد اللعيبة ما اثرتش ممكن يكون غابة عنها التوفيق ممكن يكون اسباب خريجية وده حصل مع الاهلي كتير افريقيا ومحليا لكن في النهاية الجمهور كان بيبقى راضي جدا ومحترم جدا المجهود اللي اتبذل من اللعيب وده يمكن كان مصدر أهل أساسي المبارح كان فيه حاجات كتير جدا إيجابية تقدر تقول إنها فرق عن المرحلة اللي فاتت كلها سواء مطشط الأهلي الأخيرة في الدوري أو مباراة السوبر المصري وكمان كان فيه ظهور جيد جدا ومبشر جدا لبعض الأسماء اللي انضمت السكواد الأهلي الموسم ده هنتكلم على مطش أمبي عشان ننقل منه منه على اللي جاي واللي جاي كتير وصعب للأسف عندك مواجهة مهمة جدا وصعبة جدا في كاس مصر مع بيرامدس وعندك كمان طبعا بداية انطلاقة مشوار دولي الأبطال اللي بالتأكيد هو أهم لقب أهم لقب للجمهور ويهمنا جدا نحقق النجمة رقم 11 ونحافظ على لقب حقنا في آخر موسمين متتالين هيكون معنا شريف سالم المحل الفني نتكلم أكتر على مطش أمبي مبارح ونشوف إيه هي الإيجابات وما فيش منع كمان نتكلم على بعض السلبيات اللي محتاجين لأن احنا نشتغل عليها في الفترة اللي جاية شريف مساء الخير وأهلا بيك معنا سيد نور أهلا بيك أهلا بيك أنا هحابة ببتدي الحقيقة بتقييمك ورؤيتك للمردود أو الأداء اللي قدمته الأسماء اللي ظهرت مع الأهلي مبارح في المباراة لمباراة أمبي زي أحمد عبدالقادر وزي ميكي وزي حسام حسن نبتدي كده أخد كده تقييم سريع لتلات لعبين دول إحنا ممكن نبدأ بأحمد عبدالقادر هو أكتر لعب أخد دقيق لعبة في المباراة أعتقد أنه أدى أداء كويس شبه الأداء اللي كان بيقدمه في سموحة اللي على أساسه أن ندي الأهلي يرجع اللعب تاني من الأعارة أعتقد أنه أدى أداء كويس ممكن يكون فيه شوية حاجات محتاجة بس تتظبط الحاجات دي بتبقى لها علاقة بفلسفة اللعب أو بأسلوب اللعب اللي في كل مرة بنتكلم عنه في أول حلقة إزاي ندي الأهلي بيلعب وهو ده اللي مستر مسلماني كان علق عليه في المؤتمر الصحفي وقال إن إحنا عندنا بعض اللعيبة رجعت من الأعارة اللعيبة دي محتاجة شوية وقت عشان تبقى بدانياً قادرة تلعب لمدة 90 دقيقة والجزء الثاني قال إن اللعبة دي بتحتاج شوية وقت جواه الفرقة علشان تقدر تتعلم إحنا إزاي بنا لعب ظهور أول بالنسبة لعبدالقادر تديله كم من أخرى؟ هديله عشرة من عشرة لأن أي لعب بيدخل النادي الأهلي جديد أو بيدخل المجموعة جديد بيحتاج دقيقة لعب دقيقة لعبة تدريجية طب بيخليها تسع من عشرة عشان الجون اللي ضايعه بيخليها هو تعامل مع الكرة بشكل جيد هو دقيقة من أول ماتش بيبقى صعب يعني أي لعيب حتى يعني بدان خرج ويرجع مرة تانية وبتهيالي المباراة الأولى دي بتبقى لها حسابات مختلفة عشان كده أعتقد اللعيبة اللي بتبدأ أساسية مع النادي الأهلي لما بترجع من برة تستحقى عشرة من عشرة كل إن انت بدأت واستمرت لمدة 60 ديئة وكان عندك أداء جيد أي لعب يكون عنده مشاكل طبيعي خلال المباراة مفيش لعب يقدر 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 المباراة لمدة 90 ديئة أو حتى 60 ديئة لو أخذ 60 ديئة بس بشكل طول الوقت بالكريب بتاعه عادي لازم بتكون فيه أبس ان داونس في اللقاء فأعتقد عشرة من عشرة يستحق أحمد عبد قادر على البداية يستحق أحمد عبد قادر كمان على الطريقة اللي كان بيلعب بيها مع النادي الأهلي الدناميكية اللي قدر يدخل بيها ودي هيبقى لنا فيديوز خلال الحلقة هنتكلم عنها الدناميكية دي مش هيصعب كتير على موسماني إن هو يقدر يدخل مع المجموعة الموجودة فأعتقد هو لعب جيد ممكن يكون عنده شوية حاجات بسيطة محتاجة تتظبط كان لها علاقة بالجزء البدني أو لها علاقة بالجزء الفني لكن في النهاية هو خامة جيدة بتدخل المجموعة النادي الأهلي وأعتقد لعب ممكن ياخد دا لعبة على مدار الموسم طيب دا رأي المحلل الفني شريف سالك رأي الجمهور يعني خليني برضو أقول حاول أوسل صوت الناس إنه الجمهور مراهن على أحمد عبدالقادر من وقع الموسم اللي فات ومن وقع إمكانياته بشكل كبير جدا ياخد عشر على عشر متفل معاك في المباراة دي أو أنا تقييمي إنه ممكن يقل لي شوية إنه الفرصة اللي جات له وإمكانياته تقول إنها لازم تدخل جول بس في النهاية أنا بشوف إنه سقف طموحات أو توقعات جمهور النادي الأهلي وبالتالي قدامه لسه كتير قوي يقدمه لنا إن شاء الله الفترة اللي جاي أنا ممكن ما اتفقش قوي مع وجهة النظر دي أنا مش هحط كبيرة على لعب لسه جاي من بره خصوصا إنه الولد كمان السن شوية صغير فأعتقد إنه ممكن يكون محتاج أكتر فرصة على مدار الموسم لكن في النهاية بالنسبة لي هقدر أقول إن اللاعب جيد كبداية لكن هحط توقعات معتقدش تمام يعني 30 ديئة كويسين 30 ديئة ابتوا على الجيش كمان كانوا كويسين يمكن أكتر من 30 ديئة 60 ديئة بالشوطين الإضافي أتوقع إنه هو لعيب كويس بالنسبة للنادي الأهلي بيوفر للنادي الأهلي إمكانيات مش موجودة في الأجناحة اللي موجودة في النادي الأهلي على مدار الموسم اللي فات بيوفر حلول فردية بيوفر اختراقات من العمق كل دي أمور كانت شوية نادي الأهلي بيفتقدها على مستوى الأطراف اللي كانت موجودة على مدار الموسم اللي فات خصوصاً الجناح اليمين لأن الجناح اليمين في النسبة لنا هو لعيب لينير أكتر لعيب على الخط حسين الشحات فهو بيقدم كمان إضافة أن أنت بقى عندك لعب يقدر يدخل للعمق فالحلول اللي بقت بتتلعب من خلال الجناح اليمين في نادي الأهلي أعتقد بقت أفضل في وجود مكسوني كمان هو لعيب شوتر هو لسه ما قدمش كمان الجودة دي ما قدمهاش لجمهور النادي الأهلي لكن مع الوقت أن اللعب يأخذ الصقة ويأخذ الجهازية البدنية هنشوف كمان لعيب شوتر كويس قوي طيب أنا هأجل معك يبقى فاضل أنا كده من الجودة دي الزهروا مبارح حسين حسن نأجله لبعد الفصل ونرجع بقى نحل الأداء الأهلي نشوف فصل سريع ونرجع لحضراتكم في حاجات في ماتش مبارح لازم نقف لازم نفوكس عليها ونركز عليها ونتكلم على أنه تطور ما كانش حصل في الماتشات الأخيرة عموماً يعني يسيبك من ماتش طلاع الجيش بس لأنني بكلم عن ماتشات الأهلي الأخيرة والأهم لو نقولت حالكم أنه أنا يعني أغلب الناس اتفقت أنا مش بقول بس رأيي أنا بقول رأس لأنه أنا يعني طول النهار الناس بكلمني في الأهلي وكورة الأهلي ولعبة الأهلي أنا بحاول دايماً أقول برضو صوت الناس بتكلم في إيه الناس شايفة أنه الأهلي يا لعب براك وياس أفضل بكتير جداً من كل اللي فات على مستوى الضغط على مستوى الاستحواز على مستوى تحرك اللاعبين وتمركزهم في الملعب على مستوى صناعة الفرص أنت مبارح عملت فرص كتير الماتش ده لو حطينا اللمسة الأخيرة على جنب كان يخلص سكورة إيه جداً لنادي الأهلي لكن لعبة توقفي جزء منه مرتبط بتنشانة اللعيبة جزء منهم مرتبط باستعجال اللعيبة على أنها تجيب جول ممكن لكن أنت عملت فرص كتير جداً وكان ممكن الماتش ده قلت لحضراتكم يخلص سكور خلينا نكلم على ملامح الأهلي في ماتش مبارح ونتكلم إحنا محتاجين كمان في اللي جاي في حاجات محتاجين نأكد عليها نعززها وفي حاجات محتاجين كمان إن إحنا نعليجها بداية خلينا أسألك ملاحظة شريف على الفوارئ اللي كانت موجودة بين أداء الأهلي في طريق الجيش وأداء ولعب الأهلي في ماتش أمبي إحنا لو رجعنا بالذاكرة شوية الورى هنلاقي إن إحنا دي الأهلي لعب الجيش ثلاث مرات مرة قدام كابتن طريق العشري ومرتين قدام كابتن باسيوني تمام المرتين بتوع سوبر كاس مصر نهائي كاس مصر ومباراتين الدوري خلينا في المباراتين بتوع الدوري لأنه هو نفس المدير الفني فبنتكلم على نفس التكتك المباراتين بتوع الدوري إحنا مبارات الدور الأول نهينا المبارات 2 واحد في اللي ديئة حاجة وتسعين مظبوط ومبارات الدوري التاني 0-0 وهي دي كانت من ضمن المبارات اللي أثرت علينا في مشوارنا في الدور المشكلة اللي كانت عندنا في المباراتين دول هي ما كانتش مشكلة دفاعية لأن المباراتين دول على مدار المية وتمانين ديئة فرقة الجيش صنعت فرصتين فقط للدسكي فرصة في يعني المبارات الأولى ما صنعوش فرص المبارات الأولى صنعوش فرصة المبارات تانية ما صنعوش فرص كرة أحمد سمير ما بتعتبرش فرصة تمام ما كانتش فرصة كبيرة المفاجأة إن مبارات الجيش في السوبر المصري على مدار المية وعشرين دقيقة الجيش مصنعش ولا فرصة خالص مش موجود هجومية فالمشكلة فين بالنسبة للنادي الأهلي بقى هجومية في الدفاع بتاع الجيش في هجوم النادي الأهلي مزبوط دفاع الجيش هو الجيش في الثلاث مباريات بيدافع بنفس الطريقة وللأسف النادي الأهلي بيهاجم بنفس الطريقة فهنا المشكلة مش فيدفاع الجيش قدم المشكلة في هجوم النادي الأهلي الملعب فيه ثلاثة زونز إحنا بنهاجم منها أو المدير الفني لما بيقعد يفكر أنا ههاجم المنافسي إزاي بيفكر في ثلاثة زونز فيه ريتزون اللي هي زون000 14 دي أخطر مكان بتقدر تهاجب منه الخصم زون00014 بتاع فرقة الجيش في مبارات الدور الأول كان فيها تقريبا 6 لعيبة مبارات الدور الثاني كان فيها خمس لعيبة مبارات السوبر كان فيها 6 لعيبة فهو طول الوقت قافل المكان ده طيب هل أنت لما روحت على الأطراف قدرت تحل؟ لا ما قدرتش تحل فأنت الزونس اللي أنت كنت بتروح تدور عليها علشان تهاجم منها أنت كفرقة بتهاجم كان عندك مشكلة كنادي أهل كان لازم تغير طريقة الهجوم عشان كده طريقة الهجوم لما استمرت بنفس الطريقة والكابتن عبد الحميد باسيوني عزز الدفاع أكتر هنا بقت المباراة صعبت أكتر على النادي الأهل فأعتقد المشكلة في مباراة الجيش كانت لازم أنت تهاجم بطريقة مختلفة النادي الأهلي ما غيرش طريقة الهجوم بتاعته اللي بيهاجم بها كل الفرق لكن الجيش هو اللي استمر في طريقة الدفاع فانتهت المباراة بالشكل ده لما نيجي ننقل ده على فرقة أمبي تعال نرجع بقى بالذاكرة الورا شوية ونشوف عملنا إيه مع أمبي هتلاقي أن مباراة الدور الأول أنت في أول ثلاث دقائق ونص أحرصت هدفه مباراة الدور الثاني أنت في أول أربع دقائق أحرصت هدف عشان بتهاجم بنفس الطريقة مع فرقة بتدافع بنفس الطريقة فبتستقبل أهداف بنفس الطريقة فهنا نرجع بقى هل أنت بتذاكر كويس الفرق لو إحنا لما إحنا ذكرنا كويس فرقة أمبي دي واحدة من أكتر مميزات مسلمين على فكرة المذاكرة ده حقيق يعني هو عنده قدرة أنه يقرأ ويحط السيناريو لكل خصم بشكل مميز جدا وبالذات كمان بيزهر ده في شوط تاني يعني التحضير قبل المباراة دي حاجة كويسة جدا وقراية المباراة في أرض الملعب في أول خمسة واربعين دقيقة يترتب عليها قراية تانية في الشوط التاني يعني أديله فيها العلامة الكاملة بصراحة هنا بقى هنروح لأنه هنا المشاكل مش باترن دي أهم ميزة عنده الحقيقة المشاكل مش باترن يعني المشاكل دي مش نمط ده مش نمطي بيتكرر باستمرار فأنت تقول إن الرجل ده عنده مشكلة لأ أنت بتشوف إن المشكلة دي موجودة فحاجة معينة استثناء كان لازم الشغل عليها بشكل أكتر مش هنقدر ننكر ده لكن في النهاية هل الرجل بيشتغل كويس آه بيشتغل كويس مباراة أمبي أنت لعبت بنفس الطريقة في الدورين سجلت بنفس الطريقة في الدورين يعني لو شفنا الثلاث أهداف اللي تسجلوا في أول ثلاث داق هنا وأول أربعة داق هنا هم نفس الطريقة أهداف بالضبط آه أنت لما بتقيم أداء مدير فني يعني لما تيجي تكلم على مستر المسلماني كمحلل فني مش كجمهور ما بتبصش لنتيجة المباراة مظبوط ولا لأ مش ببص لنتيجة بتشوف لشغله في الملعب التاكتك تحركات اللاعبين المحاور اللي بيهجم منها وإزاي بيتعامل مع الهجمات بتاع الخصم وأنا أعتقد لما تيجي تبص دا شير نتيجة الواحد سفر على جن لما تيجي تبص المطش بتاعنا دا لا أنت مباراة وصلت لجون أمبي كتير جدا أفشا مضيع شريف مضيع عبدالقادر مضيع مكسوني مضيع يعني ضيعت فرص تقريبا مؤكدة كتير جدا النادي الأهلي مباراة عنده 11 هجمة منهم 7 فرص محقاقة للتسجيل سجل منها للأسف جول واحد بس نظبوط هي دي بقى الحاجة الوحيدة اللي ناخدها على الأداء مباراة اللمسة الأخيرة في مشكلة في اللمسة الأخيرة أفشا علامة استفهام تهيالي من علامات استفهام يعني أفشا طبعا عمل أسستن بارح علامي الكرة اللي عملها لصلاح اللي جي منها الجون مضبوط هيلة بصراحة لكن غير كده احنا طبعا اللي نشوفوا دا اللي هايلاتي بتاع في المعض دي فرصة دي فرصة يعني واحدة من الفرص ومش فرصة مؤكدة لكن برضو بس مش عايزين نكون يعني بنتعامل بقاسوة مع محمد شريف لا لا مش قاسوة خارج بس انا بقوله انه اللعيبة دي لو في حالتها الطبيعية اللعيبة دي مش بتاخد فترات راحة كفاية اه فاللعيبة دي اتكامع الاجهاد برضو ومستر مسماني كمان يتكلم على الاجهاد في المؤتمر الصحي ده هو الكلام كله في المؤتمر كان على حالة الاجهاد وإحنا اتكلمنا من شهر ونص هنا برضو في نفس الموضوع انه الاجهاد ده أمر انا مش هينفع اخفاله في كرة القدر في الاخر رصة لكرة القدر من بتعتمد على بني آدم فالانسان ده ليه طاقة الطاقة دي انا بشتغل عليها بشكل معين وليه ليه عقبة بدنية لو انا مش بديله راحات كافية ما هو نفس الكلام لو اللعب ده انا مش مختلف مع الكلام ده كله يا شريف انا ابصم عليه بالعشر انا السؤال اللي بسأله واللي الناس كلها بتسأله الاجهاد موجود السؤال هنتعامل معاه ازاي لانه ده امر واقع ومفروض علينا كمان المسلم اللي جاي كله وعشان كده الادارة حتى لما جات تفكر فكرت تقدم حلول في كل المراكز يعني النهاردة يعني لما قلت من فترة انه الاهلي النهاردة عنده فرقتين الاتنين يقدروا يلعبوا مع بعض في نفس التوقيت والاتنين يقدروا لنفسه ما هو ده كان وجهة نظر ادارة او رؤية ادارة للموسم اللي جاي او لمستقبل الاهلي اللي جاي في ظل التلاحهم المواسم وفي ظل الالتزامات الكبيرة جدا على مستوى الاندية وعلى مستوى المنتخبات فرقتين النادي الاهلي لو عملوا تراي ماتش تسجل في مختار التيتش هيبقى ماتش قوي جدا من اكوى الماتشات في الدورة تماما فهنا ده هيبقى مدي مساحة كبيرة جدا لمستر بيتسو مسماني انه هو يشتغل بالمجموعة اللي موجودة معاه انه هو يقدر بالمجموعة دي يوصل لمرحلة كويسة انه هو يعمل روتيشن كويس فالناس تبدأ تاخد فترات راحة كويسة لكن احنا بنتكلم على راحة سلبية يعني ده جزء هيساعد بشكل كبير عملية الروتيشن ان انا رايح لعبتي فالعيبة دي تاخد نفس كويس وتقدر تشتغل على الفتر اللي بعدها تعال نروح لملامح مبارح نبتدي مثلا بالضغط قدرة الاهلي على الضغط والاستحواز واستخلاص الكرة ازاي بتشوف تقييمك لها في الماتش بتاع مبارح احنا ممكن لو فيديوهات بتاعة الضغط موجودة معنا هنبدأ نتكلم على نفس الحاجة اللي بنتكلم عليها كل حلقة علشان الحاجة دي مهمة جدا في الاخر انت لما بتتعامل مع مدير فني لازم انت بتتعامل مع المدير الفني يبقى فيه اثبات ان الراجل ده بيشتغل بشكل كويس فرقة n bn بارح كان بتلعب اربعة واحد اربعة واحد وديه طريقة مختلفة عن الطريقة اللي واجهت بها النادي الاهلي في اول مباراتين في الدور الاول والتاني الموسم اللي فات هنلاقي النادي الاهلي بيمرر بنفس الطريقة بيشتغل بنفس الطريقة بيدور على المساحات برضو بنفس الطريقة يهمني في الفيديو حركة أحمد عبدالقادر في الملعب مع كهرباء اللي بتثبت أن اللاعب دخل شوية تدريجيا هنا برضو ده كان في نهاية اللقاء بالمناسبة إزاي النادر أهلي بيتعامل مع عملية الضغط في الديئة 88 في وجود بقى إرهاق نهاية المباراة اللعبة قريدي عملت 88 دقيقة بس أنك تتعامل مع الضغط وأنت كذبين غير أنك تتعامل مع الضغط وأنت محتاج تسجل شتان يعني الفارق الفارق مش بيكون كبير قوي لكن طبعا بيكون فيه فارق الراحة النفسية لللاعب أو إحساسه أنه مش سترسد وهو بيمر دي حاجة بتبقى نسبيا مختلفة إحساسه على الأقل أنه هادي مش مستعجل نجر الفيديو ده نجر الفيديو ده في حاجة بس مهمة عايزين يعني ده برضو عملية الضغط الزايد نادي الأهلي بيتعامل معها نشوف حركة بدر بنون لو نقف لحظة بس نفس الحركة بتاعت بدر بنون هي اللي احنا تكلمنا عنها من حلقتين عن ياسر إبراهيم انه بقى شغل المدر مش هينفع يكون شغل اللاعب فقط احنا ادينا كريدت كبير لياسر إبراهيم انه ازاي يتحرك ازاي يتحرك بضاهره ازاي الخطوات اللي أخدها عشان يفتح لنفسه زاوية التمرير لكن كل ده بيرجع برضو للمدير الفني في الفيديو ده والفيديو اللي جاي هنبدأ نشوف طيب هل بدر بنون وقاليو ديانج اضافوا قوة هجمية للنادي الاهلي اه اضافوا قوة هجمية للنادي الاهلي معلش لو نرجع اول الفيديو لحظة نشوف بدر بنون بيختارك كام لاعب اربع لعيبة من فرية امبي بتمريره ايه ودي كانت واحدة من اهم مميزات واسباب تعاقد لإدارة الاهلي مع بدر بنون انه مش بس مدافع جايد لكن كمان عنده قدرة على بناء الهجمة بشكل كويس جد ينقل النادي الاهلي بتمريره واحدة زي اللي احنا شايفينها دي من المناطق التحضير لمناطق صناعة اللعب يعني احنا بتمريره واحدة بقينا في زون 14 في مناطق صناعة اللعب نفس الكلام بدر بنون بيخرج وباس بدر مرتبط كمان بقدرة لعبة خط النص الاهلي عنهم يتحركوا في ظهر الخطوط بتاعة بتاعة امبي او الخصم يعني ويلقوا المساحات لو هنربط ده كمان بقدرة اليو ديانج مع بدر بنون ان هما يضيفوا قوة ده ديفندر ده مدافع وده لعيب مركز 6 هنا برضو اليو ديانج بيعمل كروس من حدود منطقة الجزاء وهيعمل تمريره كمان لأكرم توفيق هنا بنتكلم على انه مش بس نشوف ديانج هو كان واخد مبارح يعني ديانج برضو واحدة ملاحظات كان بيزيد كتير جدا هي دي جودة ديانج يعني دي جودة تكاد تكون مش موجودة في أفريقيا هنا اللعب بيعمل تمريره ترجع له تاني وهو مش بلنس بيعمل تمريره تانية بيطلع النادي الاهلي في هجمة دي هجمة أحمد عبدالقادر فهنا بنربط ما بين القوة الهجومية والاتنين من الاتنين يعني مبارح بدر وديانج كانوا اضافها على قوة الاهلي الهجومية ربما الاتنين يعني في مراكز دفاعية لكن الاتنين كانوا ليهم دور هجومي واضح بشكل جديد ده اللي يهمنا في الموضوع قوة الاتنين اللعيبة في الجزء الهجومي ازاي اضافوا قوة هجومية لنادي الاهلي وده اللي ظهر في الفيديوهات من خلال التمريرات او من خلال المساحات اللي بيطاحها قليو ديانج الجودة الافضل في أفريقيا على مستوى لعبين مركز ستة نبدأ بعد كده لو هنروح كمان بقى ديانج دفاعيا اه ازاي بقى ديانج بيدافع مع النادي الاهلي دي برضو جزء ما شاء الله يعني الكوة الهجومية هي الكوة البدنية هنا يعني تمام ذبابة ما شاء الله ما شاء الله كوة يعني بدنية جدا دي كوية افصل اه اه دي كوية افصل هنا هنقف لحظة واحدة بس ونشوف اللعب هو بيقطع ازاي زاوية التمرير هو مش بيقطع يعني هنا مش ضغط على اللعب هو بيقفل الزاوية بتاع التمرير واحدة من اهم من مميزات قليل ديانج يمكن المشجع مش بيشوفها بسهولة انه اللعب بيقفل زاوية التمرير نكمل وقفل زاوية التمرير ده برضو متوقع شوية بقدرة بقدرة اللعب على توقع الباس هيكون فين مظبوط نفس الكلام الملعب ده كبير اهو جماعة يعني الملعب ده انتم شاهدينه في التلفزيون حس ان الدنيا سهلة لكن انت لو حطت رجلك على عرض الملعب هتحس قدي ايه في مساحات كبيرة جدا وبالتالي عشان يبقى عندك قدرة على التمركز دي هنا ديانج برضو دفاعيا بس احنا لو نرجع بقى للعبة دي من اولها ونمشي واحدة واحدة كده نشوف قليو ديانج بيعمل ايه فيه هنا نقف لحظة بس فيه 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 حاجة مهمة جدا وهنا بيغطي على اكرم اه فيه حاجة هنا مهمة جدا في الكورة اسمها الجيم انتليجنس اوكي اللاعب مش بس بيبقى متمرن كويس ربنا بيكون ميديله جافت موهبة كبيرة قوي اسمها الجيم انتليجنس زكاء اللعبة ازاي اللعب بيتعامل مع الكورة وهو في الملعب في حدود الملعب نشوف ديانج بيعمل ايه باك رايت يعني هنا بيتعامل تماما كأنه باك رايت قفل كم زاوية التمرير تلاتة تلات مرات بيقفل زاوية التمرير اللعبة بعد ما كانت كاونتر اتاك انتهت تمام هنا القطع بدر بس هنا الكريت مش هيروح لبدر كده هيروح لتحرك ديانج هيروح لتحرك ديانج كم مر قفل زاوية التمرير في اللعبة دي هي اللي انهت الكورة من مجرد كورة مرتدة خطيرة على النادي الاقلي لهنا بقى الكورة بتمشي بشكل عادي كم مر قفل زاوية التمرير تلات مرات انتهت الكورة بلا شيء فطبعا دي بالنسبة لي واحدة من الكورة المهمة جدا بمناسبة كلامك عن امبي امبارح انا بتهالي كمان انه نوقف الكورة دي لشريف لحظات بس انه مبارح ايمن وبدر الاثنين في شوطين واحدة في شوط لا واحدة في شوط التانية بدر شايل انفراد او شبه انفراد تقريبا وايمن برضو شايل شبه انفراد اه دول هيروحوا الكريدت للاثنين دول بس كمان لازم وحنا بنتعامل مع الكورتين دول نتعامل مع هدوء بدر بنون ليه انا بجيب لعب اجنبي عشان دايما الناس كجماهير بتعلق على فكرة ان انا بضيف لعب اجنبي لمجموعة المدافعين علشان الطريقة اللي بدر بنون تعامل بها مع الانفراد ده هي الطريقة المختلفة اللي تخليك تجيب لعب اجنبي مدافع ناخد ارقام ديانج ناخد ارقام ديانج يعني ونقول ما شاء الله ما شاء الله ديانج التمرير بتاعه مية في المية في كل حاجة اه الجيمي اللعبه ديانج بيقول انه المستوى اللي قدمه يخليه كون اساسي في الاهلي فترة اللي جاية اساسي في اي فريق في افريقيا والنادي الاهلي الاقوى في افريقيا نرى أرقام ديانك 100% في كل شيء مش محتاجين بقى نقول الأرقام إن شاء الله يعني يهمنا كمان التشالينج بتاعة اللاعب إزاي اللاعب لما بيدخل تشالينج هجومي أو دفاعي بكسب 10 تشالينج من 17 دفاعياً وهجومياً وده رقم جيد جداً التمرير 100% تقريباً التمرير العام 95% لأنه اللاعب حاول يعمل 3 تمرات داخل منطقة الجزاء وهنا بيتحول من لعب مركز 6 للعب بلاي ميكر صانع ألعاب بيمرر 3 تمرات جوا منطقة الجزاء واحدة منهم بتكون سليمة واتنين مش كرات سليمة من ضمنهم الكرة اللي كهرباء مقدرش يستلمها بشكل كويس فأنا هنحسيبها لديانج إنها تمريرة سليمة هنحسب عليها كهرباء هنحسب عليها كهرباء هيبقى 2 من 3 وبقية التمرات يعني ما شاء الله كلها تمريرات صحيحة بنسبة تمريرها في المياه نروح لديناماكية الفريق تمركز اللاعبين إزاي شوفتوا في مطشن بارح سريعاً يا شريف سريعاً جداً نتكلمنا على الفيديوز دي قبل كده وعلى الطريقة بتاع نهاد الأهلي ممكن نماشي الفيديوهات من غير ما نقف عند أي حاجة لكن يهمنا في الآخر الديناماكية دي دايماً هنلاقي أن العامل المشترك فيها كهرباء واحد من أفضل الأجناحة اللي موجودة في مصر محتاج دقيق لعب أكتر من كده محتاج يشتغل على نفسه أكتر من كده كان وصل لفورم كويس مع نهاية الدوري وصل لفورم كويس في المباراة في واحدة من الكرات للأسف مش موجود معنا الفيديو لكن في واحدة من الكرات كانت على الخط تعامل معيها بشكل كويس جداً كان عنده بلانس كان عنده قوة بدنية فيبدو أن اللاعب كان الفترة الأخيرة بيشتغل بدنية عن نفسه بشكل كويس معاه كريدت كبير أنا نفسي أنه هو يكمل أكتر من كده يعمل شغل أكتر من كده يهمني كمان أنه في المباريات الحاملة الأقصى ياخد ده أكتر من كده كهربا هو العامل الأساسي في ديناميكية النادر أهلي الهجومية في كل مرة بنتكلم على النادر أهلي أن الديناميكية الهجومية عنده هايلة جداً وكويسة جداً وشكل الأهلي الهجومي قوي جداً هنلاقي دايماً أن العامل المشترك محمود عبد المعنم كهربا اللاعب محتاج ده إلعب أكتر من كده محتاج يشتغل أكتر من كده كمان كريدت كبير جداً يروح لأحمد عبدالقادر أول مبارارة مع النادر أهلي كأساسي مع المجموعة الأساسية بيشارك في ديناميكية النادر أهلي الفيديوز اللي كانت موجودة معنا أو اللي موجودة معنا دلوقتي فيها أحمد عبدالقادر طيب نشوف فيديوهات تحت الديناميكية سريعة فيها في الثلاث فيديوهات مرة جناح يمين مرة صانع علعاب مرة جناح شمال تمام الديناميكية دي حصلت في الثلاثين ديئة فقط هنا أحمد عبدالقادر بيطلع محمد شريف في كرة كويسة من على مركز الجناح اليمين صناعة فرصة مظبوط هنا محمد مجدي أفشا هو الجناح الشمال كهرباء صانع ألعاب وأحمد عبدالقادر جاي من الجناح اليمين فهنا الديناميكية أو التغير حصل ما بين أفشا وكهرباء دايماً العامل المشترك كهرباء هنا أحمد عبدالقادر وبرده كهرباء ومحمد مجدي أفشا جاي كمهاجن محمد شريف جاي من مركز الجناح اليمين فدي كلها بنسماني ناخد جون حسام حسن اه على فكرة حسام بس انا عايز اقولك الناس حسابتلك الجون حتى لو تحسب اوفصايل عجبهم الجون وعجبهم هدوءك وعجبهم استقيلك وعجبهم كل حاجة فاحنا هنعتبر الجمهور الاهلي هعتبرك الجون ده محسوب انا فيه بس مسج قبل ما نتكلم على الهدف فيه مسج بس انا عايز اوصله لحسام حسن مسج بسيط انت كنت مراوئين على حسام الثانيدي حسام حسن أنا بس عايز أقول له مسج بسيطة حسام في كل كورة مع فرقة سموحة كان بيتعامل معها بشكل كويس جدا لأنه كان نجم فرقة سموحة فوجوده في النادي الأهلي مش بيقلل من نجوميته فلازم هو كلاعب يكون المنتالة بتاعته قادر أنه يكون مدرك أنه أنا جاي من سموحة كنجم وأنا نجم في النادي الأهلي مفيش حد نجم على فرقة النادي الأهلي ده شيء معروف آه بس الأهلي كله نجوم لكن الأهلي كله نجوم التعامل مع نفسك كأنك نجم فمهم جدا مع حسام حسن أنه هو يتعامل كأنه نجم الهدف بقى مهم جدا في إزاي حسام حسن تعامل معاه دقيقة آخر حاجة حسام حسن هنشوف بس الهدف الهدوء جوا منطرة الجزاء والإنهاء آه هو التمويهة اللي نايمة الجنع على الأرض ثبات انفعال كبير جدا مهارة جيدة جدا رؤية للمكان عارف وواقف فين الدوران اللي عملوا استلاموا للكورة دي نايمة الجن ودي سهلت الدنيا حسام حسن الأولانية دي نايمة الجن التانية نجم الموسم على رؤية سريف سالم طبعا ومهاجم الحقيقة يعني بإمكانيات كبيرة جدا نتمنى إن شاء الله بننجح مع نادي الأهلي ودائما بنقول إن المهاجم دونا عن كل المراكز المهاجم الصريح بيتعرض بيتعرض شوية لضغط زيادة عن بقية مراكز الفرقة لكن إن شاء الله حسام يكون أدىها ودود أنا سعيد الحقيقة بميكي جدا في الظهور والتاني مع النادي الأهلي ومرهن عليه بيرسي تاوي يرجع إن شاء الله هيدي حلول النهاردة بتتكلم على قماشا تسمح للموديل الفني إنه يعمل الروتيشن بقى رياحية جديرة جدا الحيرة الممتعة بالنسبة له وبنسبة الجمهور تحب تبسيدي مين النهاردة هنا أو هنا وده هيساعد عشان مما نسمعش أنا مش حبيب أتكلم في قصة الإجهد كتير أتمنى إنه نقفل اللي بيبدأ عندنا فترة ووقت يسمح لنا إن إحنا نرجع حساباتنا نقف على رجلنا نرجع بمظهرنا وبقوتنا الجمهور نادي الأهلي مستنيها وفي الإمكان أفضل بالتأكيد من مكان السكواد محترمة جدا الوقت دلوقتي أعتقد إنه في صالحنا ممكن نشتغل أكتر نريح المجهدين أكتر نعوض أو نشتغل على الحاجات اللي فيها ممكن يكون أوجه قصور ونرجع إن شاء الله بإذن الله بداية مشوار تكون انطلاقة سوبر بقى لأهلي يستحق إنه يكون دايما في المكانة والترتيب رقم واحد سريف نورتنا وشرفتنا وسعادة بوجودك معنا في السادسة أشكرك أنا كمان سعيد بوجودي وإن شاء الله الجاي أحسن اللي جاي صعب اللي جاي بيرامدز واللي جاي أفريقيا وإن شاء الله بإذن الله أده أدود وما ننساش في غصة كل ده عندنا مواجهتين في منطقة الأهمية منتخب مصر ليبيا رايح ليبيا جاي مهم جدا انطلاقة كارلوس كيروش هنتكلم كمان على معسكر منتخب هنتكلم على اختيارات كارلوس كيروش هنتكلم على ودية ليبيريا بكرا إن شاء الله في السادسة تحيات لكل جمهور نادي الأهلي وقابل حضراتكم بكرا إن شاء الله على كل خير